مرحبا تناميذ الصف الرابع الابتدائي شونكم شخباركم يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة درسنا لهذا اليوم هو المحادثة والتعبير الكتابي صفحة 50 عنوان التعبير لهذا اليوم هي عيادة المريض عيادة المريض معناها زيارة المريض عيادة يعني زيارة مثل ما تعودنا خطوات الانشاء كلش بسيطة نكتب العنوان منتصف الورقة نحذف الارقام ونرتبهم حسب التسلسل اللي مطيني يا واحد يصر اول سطر والثاني وراه نقطة ثلاثة نقطة اربعة وبعدها نقطة خمسة بس اكو خطوات وقوانين لازم نتبعها على بودة نحص الدرجة كاملة عيادة المريض اولا الصديق المريض له حق على اصدقائه فعليهم عيادته في الوقت المناسب وهذا يخفف من اعلامه نقطة ثانية تطبيق للحديث القدسي الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مؤمنا فقد عادني ثلاثة ومن واجبي ان اسأل المريض عن احواله وان ادعو له بالشفاء العاجل واحمل له هدية مناسبة اربعة لكن علي ان لا اطيل وقت الزيارة واقلل من الحديث حفاظا على راحة المريض خمسة وان مريض احد زملائي من التلاميذ فعلي ان ادعو زملاء الاخرين لزيارته والتعاون على شراء هدية مناسبة نجي هنا هذا الشيط جترتب الانشاء هي جترتب الانشاء بالامتحان نص السنة تحصل درجة كاملة بالانشاء تحصل درجة كاملة بالانشاء اولا عنوان منتصف الورقة لا تنسي العنوان عليه درجتي اترك مجال السطر الاول فقط علامات الترقيم ذني الفارزة الا اذا اكون قول نخلي نقطتان ونخلي قوس ذني هماتها مطلوبات ونكمل الانشاء كله اخلي نقطة تحصل درجة كاملة ادنى عيادة المريض الصديق المريض له حق على اصدقائه فعليهم عيادته في الوقت المناسب وهذا يخفف من الامه تطبيقا للحديث القدسي الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مؤمنا فقد عادني وان واجبي اسأل المريض عن احواله وادعو له بالشفاء العاجل واخمل له هدية مناسبة لكن علي ان لا اطيل وقت الزيارة واقلل من الحديث حفاظا على راحة المريض احفاظا على راحة المريض وان المريض احفاظ زملائي من التلاميذ فعلي ان ادعو زملاء الاخرين لزيارته ونتعاون في شراء هدية مناسبة اخلي نقطة خلصت الانشاء قطعا شائيا مرتبة عيادة المريض الصديق المريض له حقا على اصدقائه فعليهم عيادته في الوقت المناسب وهذا يخفف من اعلامه تطبيقا للحديث القدسي الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مؤمنا فقد عادني وان واجبي اسأل المريض عن احوالي وادعو له بالشفاء العاجل واخمل له هدية مناسبة لكن علي ان لا اطيل وقت الزيارة واقلل من الحديث حفاظا على راحة المريض وان المريض احل زملائي من التلاميذ فعلي ان ادعو زملاء الاخرين لزيارته ونتعاون في شراء هدية مناسبة ترجمة نانسي قنقر